اشتركوا في القناة وحتى النظريات الحديثة يعني حتى لو وظفتها وجدت فيها شيء من الصحة نظريات المصلحة ونظريات وإلى آخره التوازن مطلب والاحترام أساس والحياة تحتاج هذا وذاك وأسعدكم الله يعني زيادة التوضيح لو طبقنا هذه النظرية بحذفيرها أو هذه الجملة وعتمدناها قاعدة أساسية فتجد شخص يعامل زوجته كملكة فتعامله باستغلال وتعامله كخادم ولا تتجه نفسها لهذه الالتجاه وهذا ما أريد أن أصيره أحسنتي دكتورة هنا والمعذرة لمداخلة صوتية أرقود السيارة لكن الشيء يذكر الملاحظة أن بعض المفاهيم تبنى على حالات وهذا غير صحيح يعني وجد حالة أنه الشخص افتقر وأنه ربما أنه لم يكمل التعدد ربما أخذ ثانية ربما لو أخذ ثالثة اغتنى ربما تكون الرابعة الغنى لكن يبقى المفهوم صحيحا مستقى من الشرع النبع الصافي لا ينبغي أن نبني مفاهيمنا على أحداث وحالات ثم نعمم هذه الحالات أو شخص تعدد فشقي فنقول أن التعدد في شقاء وعناء وإلى آخره هذه الحالات تحدث حتى شخص بزوجة واحدة يتعب وهكذا حتى زوج بزوجة واحدة يطلق أنما الحالات ليست هي الأساس في التعميم وليست هي الحالات التي تنبغي عليها المفاهيم يا مسألة الخيرات اليوم الحقيقة أتمنى أن يحواركم وداخل معكم المعدة للصوت مسألة العنف مسألة نسبية مسألة نسبية مسألة نسبية يعني هناك مرأة من العنف تنظر لها بعين فيها شدة لأنها قد تجد فيها جرح كبير جدا وقد تتألم وقد تندفع عن سلوكها الخاطئ وقد تتجه نحوك بالصواب وبالاعتذار وتبقى هذه النظرة وهذا الدرس عميق جدا في وجودها وحضورها في حياتك هناك أخرى ربما لو نظرت لها هذه النظرة لا تجد لها تفسيرا ولا تجد لها أثرا ولا تجد لها معنى بل ربما يتعدى الأمر إلى التوضيح والشرح باللسان وبالتعنيف باللسان لعل الأمر يوضح أهميتها أو لعل السلوك الخاطئ يتم معالجته أخرى قد لا يقف الأمر عند هذا التوضيح وعند هذه الحدة وعند هذا الزجر والنهي يحتاج الأمر إلى أقسى من ذلك وهكذا المسألة نسبية المسألة تقوم على معرفة الزوجة ومعرفة صفاتها وقدراتها وطبيعتها النفسية وفهمها بشكل قريب منها ومن ثم توظيف الأسلوب الأمثل لإحداث الأثر المطلوب فليس كل حالة لها نفس المعالجة بناء على طبيعة الاختلاف وفهم وثقافة وأدب ونفسيات الزوجي بمعنى آخر أي التي يكتفى بالنظر الحاد إليها وزجرها وتوجيهها بالنظر من العنف تجاوز النظر إلى ما هو أعلى في ظل استجابتها لما هو دون وعلى هذا فقس قد يكون هذا مقياس تقريبي لمسألة التعنيف وهو مسألة نسبية ويتبراين من مكان إلى آخر لكن يظل الأصل والجوهر ألا يتعدى إلى التجريح أي إقاع الجرح والألم الكبير الجسدي إنما القصد من التعنيف هو مدون ذلك من وسائل التوجيه بين الزوجين والكلام لا يتجه للمرأة فقط أيضا للرجل هناك من الرجال من قد مرأته بكلمة تحدث فيه حقيقة أثر نفسي بليغ أو بعتاب بسيط وقد لا يستجيب إلا بصرخات متتالية وتوجيه مستمر واستخدام وسائل متعددة لتحصد على ما تريده من زوجه أو لترتقي في سبر العيش باتجاه معي دكتور أسامة لو عملت في مكاتب الاستشارة وأنا أجزما لك باع كبير جدا لو رأيت العجب العجاب ولا رأيت حقيقة كثيرة من التناقضات وهذا الذي يدفعنا أن نقول الذي قلنا يظل التوازن مسألة حقا هي لابد من حضوره في حياة الإنسان ولابد من محاولة إعطاء كل ذي حقا حقه ولا ينبذي التوغل يعني بشكل مبالغ فيها أو تطرب في بعض الأمور قبل قليل رسالة وردتني أن الحب كذا كذا من تفسيرات الحب وهو الاكتفاء هذه فيها إحاء إلى هدف مقصود من المرسل الاكتفاء بحب واحد وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون يعني حقيقة قل محب لنفسه لأهله لمجتمعه لوطنه لأمته يعني يكون لديهم متسع كبير جدا في مسألة الحب ولا ينبغي حصر في إفارات ضيقة لمصالح معينة أو تشويهه لوصف يعني من يمارس حقوقه بأنه لا يحب ولدينا أكبر مثال أن نبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة يحب كبير جدا ومع ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تحقق مصالح كبيرة من زواجه وتظل الحياة قائمة على هذا الإطار الرؤية الصحيحة وتحقيق المصالح ودفع المغاسد والعيش بتوازن هو صحة نفسية ومجتمعية صباح الخير دكتوري دكتور هاجد الحارثي الزواج موضوع الزواج والاقتران بين رجل وامرأة أنا دايما أنا أقول بين رجل وامرأة ما بقولش بين ذكر وأنثى لأن مشكلتنا أو مشكلة بعضنا يعني بعض شبابنا أنهم حولوا الزواج من صورة اقتران رجل بامرأة إلى إعجاب ذكر بأنثى طيب ما ده موجود في الحيوانات مش في البشر بس ولذلك عشان كده بعض الزواجات تفسد ليه؟ لأنه هو أعجبته كأنثى بنت شعرها حلو جايبة نفسها مش عارف على جنبي بتتقصع في الكلام مش عارف إيه لفتت نظره وهو شاب أهوج غير مدرك غير مدرك لمعنى كلمة الزواج أنا عندما أختار واحدة للزواج لابد أن تكون حتى هناك بعض الابتلاءات أثناء الخطوبة ده من زكاء الرجل ومن زكاء الفتاة أنهم كل طرف بيجس الطرف الآخر مين هيعيش معايا وهينفع ولا ماينفعش فبيجسها في بعض الحاجات وبيعرف وحظه حلو بقى أن نتقع مشاكل ونشوف تنتهي المشاكل عليها لأن المشاكل بتكشف المعدن ودي هذه النقطة مهمة جدا أن أنا ليس عيبا أن عندي سيدنا لقمان عليه السلام وورد عنه أنه كان يقول لابنه إذا أردت أن تصادق أحدا فأخضبه فإلا وإلا يعني نعرف طبيعة حياته ونعرف طبيعة أصله وهيخضر بك ولا لا فأنت بتخضبه عشان الإنسان وقت الغضب بيكشف حقيقته إذن هذه النقطة أيضا يجب أن نعلمها لأولادنا ذكورا وإناثا حتى يعرفوا مع من سيعيشون في المستقبل وفق الله أولادنا جميعا هناك نقطة أخرى يجب أن أثيرها لأن بعضنا لم يفهم الأنثى حتى الآن الأنثى يا جماعة تغيرت وتغيرت كثيرا أصبحت هناك مساحة من الحرية تملكها الفتاة لم تكن تملكها من قبل أصبحت الفتاة اليوم عفوا تعمل بعد أن كانت إيه جليسة بيتها مع أمها فصارت الفتاة اليوم تملك مساحة من الحرية تملك مالا لم تكن تملكه من قبل وبعدين هي بتبص للزواج النهاردة إيه على إنك أنت مش هتنفق عليها وبس طب ما تقدر تنفق على نفسها ده أنت تقدر تحتويها تحتواءا تاما بما فيها الإنفاق لكن إحنا ما زلنا ننظر إلى الفتاة اللي هي بقت زوجتي على إننا اللي بنفق عليك يبقى تسمعي كلامي يا بنت الكذا ما ينفعش يا جماعة والله ما ينفع هذا الأسلوب لابد إن إحنا ندرك إن الفتاة النهاردة صارت تملك المال ومدام تملك المال وتملك العمل وتستطيع أن تسيطر بنفسها يبقى لازم نعرف إن بقى لها كمان قيمة وبقى لها قدرة على اتخاذ القرار يبقى كان زمان ما تقدرش إنها تنضحك في أي أسلوب وإلا تتعرض للطرق والمهانة النهاردة ما بقاش يهمها هذه النقطة وانطلقت اليوم حتى تتزوى غدا غيرك أو تجلس في البيت إذا كان كل الرجال شبهك فما ينفعش لازم ندرك أن الفتاة صار لها اختيارات لم تكن موجودة من قبل إذن لابد أن نحسن معاملتها لابد أن ندرك أنها ابنتنا قبل أن تكون ابنة غيرينا يعني أنا النهاردة وانا مثلا كبير في السن وأريد أن أتساوك فتاة صغيرة ما بصش على إن أنا هلعب بيها أو هاخدها عشان خاطر تردلي شبابي يا سلام طم أنت ترد لها أولا روحها يعني أنت ترد لها روحها الأول هي بتبقى متاخدة من البيت مغدودة لأنها خرجة من بيتها الذي كانت تكرم فيه مش عشان أنت تهينها لا عشان أنت ترد لها روحها تقول لها أنا أبوك اللي كان بيحميك وأنا أخوك اللي كان اللي طوعيك وأنا أمك اللي كانت القلب الحنون لك وأنا زوجك اللي بحتويك هذا هو الزوج الرجل العاقل هكذا يكون الزواج النقطة الأخرى التي تعاب علينا نحن الرجال أن إحنا بعضنا بينظر إلى المرأة كأنها سلعة يعني إيه كأنها سلعة إن أنا ممكن أتزوجك زي زواج المسيار وده بدأ للأسف ينتشر في بعض بلادنا العربية زواج المسيار ده ومش موجود في بعض البلاد الأخرى زي بلادنا مصر هنا ولله الحمد يعني وأنا بحمد ربنا لله لأن أنا في نظرتي وقد تكون نظرتي قاصرة بالنسبة للبعض لكن أنا بقول اللي موجود المرأة ليست سلعة ولا يحق لي أن أعرف أمرأة كسلعة فإنني عندما أريد المتعة أو أريد أن أنا أضيع وقت أروح زي اللي بيشبه اللي راح يعود على القهوة يشرب شاي وجوزة ويرجع البيت هنا هو عايز يعمل كده مع الزوجة اللي هو عارفها مش عارف بزواج ما يسمى المسيار لا هي ليست لمجرد المتعة وفاقة واسبها ببيتها وتنحرق تصرف ما تصرفش على نفسها مش عارف إيه لا ما ينفعش الكلام ده مش موجود مش موجود في أعرفنا نحن في مصر على سبيل المثال أنا ما بقولش أن في جميع الدول العربية في أغلب الدول العربية أغلب الدول العربية لم تقر زواج المسيار اللي موجود في بعض القليل من الدول العربية ولذلك لابد أن احنا ندرك أن المرأة في جميع الأحوال سواء كان موجود الزواج هذا النوع من الزواج ليست سلعة لا يحق لنا أن احنا ننظر إلى المرأة لأننا راح استمتع بيها عشر تلت ساعة وبعدين قوم يقول في ده يطلع يعمل لي شاي عبل ما الشطف حتى مش هشطف هروح الشطف في بيتي وتطلع عبل ما تعمل له الشاي عبل ما يكون لبس الشرب والشيوز بتاعه وبعدين يشرب ولا ما عنده ما شرب عندها الشاي ويروح إيه ده إيه ده لا 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 الزواج ليس هكذا وليس مدة مؤقتة ما ينفعش برضه الزواج ليس مدة مؤقتة ولا يوجد لدينا في الشريعة ما يسمى التأقيد في الزواج هي ليست أنا ما تزوجش وحدة لمجرد المتعة أو لمجرد النظر أو لمجرد لا 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 هذا الزمن تجاوزته المرأة في كثير من المتعة ولذلك تجد أن نساء كثيرات تجد تقولها توافق على زواج المسيار حتى في الدول اللي فيها زواج المسيار ترفض ترفض لأنها ترى نفسها زوجة وليست سلعة هناك نقطة أخرى بالنسبة للمرأة المرأة زي ما قلت في جزء من كلامي المرأة صار لديها المال وصار لديها القدرة على العمل وابتعمل فعلا وصار لديها مساحة من الحرية في التفكير وصارت تنظر إليك هل تناسبها أم لا قبل أن تنظر أنت إليها هل تناسبك كأنفة أم لا وصارت 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 إذن صار مع المرأة الكثير ممن لم تكن تعرفه من قبل إذن لابد على إن إحنا ننظر إلى أن الأنثى مع ذكريها أو الزوجة مع زوجها تنظر إليهم اليوم بندية ليست ندية إنها تتنافس معه لا تتنافس إنها تملك ما أنا أملكه أيضا أنت تملك الإنفاق بالمال وأنا أقدر أستطيع أن أنفق على نفسي يعني أنت مش هتزليني أنت تملك مساحة من الحرية والفكر أملك مساحة من الحرية والفكر أنت تعمل مدربا للتنمية البشرية أنا أيضا أعمل مدربة للتنمية البشرية إذن هناك تنافس بين الطرفين هذه المنافسة تعني أن المرأة قد ارتفع شأنها في نظر الرجل أيضا لابد أن يدرك فلابد أن يعاملها بالحسنة أكثر من اللازم أكثر من اللازم ليه لأن مكانتها ارتفعت بحكم أن المجتمع أراد لها ذلك فأنت مش لازم أنك تبخسح حقها وتمد يدك عليها وهنا تبدأ الخطورة إنك ساعة ما تلمس هتقول لك لا أتطلب تلمسني مين؟ أنت جننت عشان تلمسني ده أنا أبويا ما ضربنيش في بيتي تضربني أنت ده أنت المفروض تأخذني على أن أنت أبويا وأم وأخويا زي ما قال أسامة من شوية يبقى إزاي تيجي تلمسني أو تضربني لا مش من حقك مش من حقك وأنا لست من هذه النوعية من النساء التي يضربنا فيسكتنا لا أنت من حقك تضربني ولنا هسكت إذن لابد أن نعرف أن المرأة قد تغيرت بطباعها وبأحوالها وفقا لتغير الزمن الذي نعيشه الآن المرأة زمان من خمسين سنة يا جماعة ما كانتش تملك حق التعليم ولا كانت تعرف عن التعليم شيء ولا كانت تملك من المال شيء حتى لو كانت وارثة كانت لا تنفق إلا زنة زوجها النهاردة لا النهاردة تملك حرية الإنفاق حرية التفكير حرية 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 كل ده لازم نرعي يا جماعة كلام اليوم هو ليس دفاعا عن المرأة وفقط لا دفاعا عن حق أوجبه الله لها يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجد هذا الحق للمرأة فانت ليه عايز تبخسه انت ليه عايز تبخسه انت ليه عايز تخلي المرأة طوع إرادتك لا هذا كان زمان النهاردة المرأة طوع إرادة نفسها فمن الزكاء إن أنا أعطيها حرية التصرف في إطار أنها لا تغدش نفسها ولا تغدش زوجها لازم ناخد بالنا من هذه النقطة هذه هي الحرية المسموح بها يعني المساحة من الحرية المسموح بها من الرجل للمرأة تدور في هذا الإطار إن أنا بحافظ عليك لما أقولك عملي كذا يبقى الصلحك أما أقولك ما تعمليش كذا يبقى الصلحك أيضا مش مجرد فرض الرأي من الرجل إلى المرأة لأن المرأة مجرد ما تحس إنها موضوع فرض الرأي هتقرأ هذا النزوع وهذا الاتجاه وللأسف هذا النوع من الخطأ كثير من الرجال يقعون فيه حتى الآن يا جماعة المرأة تغيرت صورة معاملتها تغيرت لابد أن ندرك هذلك ما تبصرهاش باعة لأنها بقت ند لي أقول لها كذا تقول لي لا وأنا شايفة كذا يا سيدي ما تسوفها تشوف اللي تشوفه مدام في إطار أن هذا الاختلاف في الرأي هو ليس خلافا هو اختلافهم في الرأي اديها المساحة التي تعمل فيها هذه الأشياء ما كانت بتقول عائشة بتقول للنبي تصابقك وأصابقني وأول مرة أليك وصبقتك تاني مرة أليها وأنا سبقتك المراضي يعني واحدة بواحدة هذه جمال الرجل في تعامله مع زوجته جمال الزكر في تعامله مع أنثاه يا جماعة ليس إن أنا أفرض رأي عليها لا إن أنا لازم أدرك حريتها وتعامل معها ولذلك أمال هو ليه الإسلام قال لابد من الكفاءة بين الرجل والمرأة لإني لابد إن أنا أشعر إن أنا وأنا متجوز بنت من أسرة عالية مش عايز أقول أسرة ملكية أسرة عالية إن أنا برضو أعلو بتعاملي معها بما يناسبها وبما لا يتجاوز حدودي مع طبيعتها في التربية خدوا بالك يا جماعة كلما البنت تبقى من أسرة عالية كلما يبقى فيها عندها مساحة من الحرية أوسع من المساحات التي تجدها البنت الفقيرة أو التي عاشت في أسر متوسطة الحال من بيننا لكن أنا رحت تقدمت البنت من أسرة راقية أعاملها وأعطيها مساحة من الحرية لم تظهر لي غيرها من النساء الأخرى أريد أن ألفت النظر إلى أن العنف نوعان في هناك عنف لفظي وهناك عنف جسدي فالعنف اللفظي هو الذي يأتي نتيجة التأثر بالألفاظ إنها تبقى بنت محترمة واللهي بنت الكزة فأجرحها في أسرتها وفي نفسها هذا هو العنف اللفظي أو في أحدهما طبعا العنف الجسدي إن أنا أمدي إيدي عليها سواء ترك هذا العنف أثرا على جسدها أم لا لأن في بنت بمجرد ما تمدي إيدك عليها من غير ما يترك تأثير تحص بالعنف الجسدي وتحص بالإهانة النفسية لأن الغالب أن العنف الجسدي يترك أيضا عنفا نفسيا على نفسية المرأة ولذلك لا بد أن نراعي هذا هذه الجزئية في المرأة المرأة يا جماعة كائن حساس ومن العجب إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمي النساء بكلمة القوارير جمع قارورة شوف قد إيه وإنت بتنقل القارورة من مكان إلى مكان داخل شقتك وإنت خايف عليها وخايف لو أحد يهزك أو إيدك نفلت منها هذه القارورة فكذلك المرأة إحنا ليه ما بنخافش على المرأة ليه ما بقناش نخاف عليها زي الأول ليه بنعاملها وكأنها لوح من الخشب وهي قارورة كما سمها النبي صلى الله عليه وسلم ليه لماذا لماذا لا نخاف على المرأة ليه ننظر إلى المرأة على إنها كذا وكذا وكذا يا السلام عليك دكتور إشامة يكفي يكفي إن أنا خرجنا منك هالدرس لكن اسمح لي بمداخلة ولكن بشيء من اللطف يعني وبشيء من التعقل وبشيء من الروية وبشيء من المنطق وبشيء من الاستقاء من الشرع طبعا المسيار هناك من العلماء من تكلم فيه وهناك من العلماء من أجازه لكن دعنا ننظر لموضوع المسيار وبعقد ثم ننظر من ناحية شرعية الآن أنا امرأة وأريد أن أتزوج وولي موافق على الزواج لكني لا أريد منك زوج أن تنفق عليه فأنا غنية ولا أريد منك أن تزعجني كل ليلة تكون عندي أو بعد ليلتين أو ثلاثة يعني أنا مشغولة ومداومة وكتجيني يوم كذا كذا في الويكند واتفقوا على هذا الأمر هذه مسألة المسيار حتى يكون واضح للجميع لكن المسيار أفضل بكثير من بعض البلدان التي فيها البغاء ينتشر عيانا يذهب الرجل لا يتزوج يأخذها بيدها ويدخل بها في الحانات وينتهي أفضل من الموجود العرفي لا شهود لا ولي أفضل من بعض الأماكن زوجتك نفسي يعني فرق كبير جدا لكن نقول هو حقيقة أقل الدرجات لو صنفنا درجات في الزواج ووضعنا مسميات لو وجدناه يعني حقيقة لكنها أعلى يعني أقل أقل الأفضل لو وضعناها الأفضلية لكن هناك بعده بعد المسيار أشياء كثيرة ليست حقيقة لا يوجد لها لا أصل ولا فرع وإنما حقيقة فوضى غير منضبطة وتدخل في مساء الحرام من أوسع أبوابه أسأل الله أن يحمينا وإياكم جميعا يا رب أسأل الله أن يحمينا وإياكم جميعا يا رب وحقيقة إثارتك للموضوع كانك تتفق معي أنه ما عدنا نحتاج إلى بعض الكلمات التي حقيقة نحتاج إلى المنطق نحتاج إلى العقل نحتاج إلى التوازن المرأة تغيرت يجب أن تدخل على الخط الآن يبدو لي أنه مستقبلا راح يتبنى مفاهيم جديدة أن المرأة تشارك في خدمة في الإنفاق على البيت تشارك في المدفوعات يبدو لي ليس وقتها الآن لكن أتوقع مع النظرة المستقبلية البعيدة ستدخل على الخط لا ينبغي قد يكون هذا كلامي خاطئ لكن الرجل سيأتي مرحلة يقول لماذا أنا أدفع وأنت تدفعي تذهبي للعمل لماذا أنا أدرس وأنت تملكي المال ستبدأ أسئلة ستفرض ربما ربما في المستقبل واقعا معينا فأتفق معك من ناحية هذه هناك متغيرات إذن نرجع نقول المنطق والعقل التوازن والحكمة والأسلوب والفهم ومعرفة الشخصيات وكيفية التعامل معها والعوامل التي تؤثر فيها أحد أسباب الإدارة الجيدة سواء على محيط الأسرة أو محيط أوسع أدرك أن بعض الرجال قد واجه مرأة لم يتفق معها في الرأي مش هقول سيئة لا لم يتفق معها في الرأي واختلفة وانتهى الأمر بالنزاع وفمم الرجل على أن يبحث عن غيرها بعد طول عشر وعايز أقول لكم كلمة يجب أن نفطن إليها وينكن بعض النساء ما تحب مش هتنبسط معها أو مش هتتفق معها في الرأي لكن لازم تسمعني ولازم تدرك مغزى ما أريد أن أقول أنا لا يهمني أن يكون بين الزوج وزوجته الحب لكن يهمني أن ينتشر بينهما المودة والرحمة ليه؟ لأن ليست كل البيوت قائمة على الحب ده في يعني أنا كشاب صغير ممكن أبص الرجل الجاري في وش مني ألاقي بيشتم مراته ومراته بترد عليه ومع ذلك عايشين وبقالهم 30 سنة على كده ومستقرين والحياة مشية صار في النظر أنها ترك بعض أثر على الأولاد لكن الحياة مشية إذن ليست الحياة قائمة على الحب فقط وإنما قد تقوم على المودة والرحمة وده أعلى من الحب أعلى مرتبة لذلك لابد أن ندرك لما قالت الآية وجعل بينهما مودة ورحمة وما قالش وجعل بينهما حب الحب دوت ممكن يعني الحب ده بيبقى في البداية وخبل في بداية الخطوبة كمان ووقت ما خلاص خدنا على بعضنا ونبدأ بقى نتكلم في العفش ونبدأ أنتوا هتجيبوا إيه أنا هتجيب إيه طب المؤخر إيه المؤدم إيه العفريت لا زرق إيه تبصت لقي الدنيا نسينا كلمات الحب خلاص نسيناها والحياة شغلتنا وبعد الزواج نبدأ نستكمل هذه المنظومة وما يجي عايل بقى لا عايزين نشيل للواد فيما بعد لا يا شيخة ما نشيلش نشيل مين زي ما أنا اتجوزت من غير مساعدة طبيعة هو يتجوز زي وهتبدأ الحياة تتغير مع هذا اللون من الحياة إذن اللي يقول لي حب هقوله الحب ده كان في بداية العلاقة لكن خلاص العلاقة بتتغير وتتحول وتتلون ولذلك يا جماعة البعض فينا ينظر إلى المرأة ده ما بقتش تقول لي كلمة حلوة ده بقى إياه سلام طبعه لازم تنشغل بالحياة لازم تنشغل بالبيت الولد عايز كفولة أنا عايز أفستان واسع عشان الحامل هات لنا خضار وانت جاي ما تنساش تجيب البطيخة عشان جاينا ضيوف الحياة بتختلف يا جماعة لو أن الحياة يختلف لابد أن ندرك ذلك سيد الفاضل الدكتور هاجد اتفق معك في كل ما تقول وأنا لست مختلفا معك وأنا لست مختلفا مع أي حد قد يرفض ما أقوله لكن لك رأيك ولي رأيي وهكذا والناس تختاروا ما تشاء هذا هو فهم النخبة الرائعة بزكائها أولا أنا موافقك تماما لكن لحظ نقطة جديرة بالاعتبار هشير إليها في وسط كلامك أن المرأة هي التي ارتضت لنفسها أن يأتيها الرجل في وقت معين فقط دون غيرها وفقط على زواج المسيار وبناء على إقرار إجازة بعض العلماء لهذا النوع من الزواج خلاص خلاص مدام هم شايفين كده هم مسؤولون عما يفتون بيه وعما يقولون أنا بقولك في بعض الدول رفضت زي عندنا حتى الآن مسألة زواج المسيار رفضينه تماما في مصر ده نمرأ واحد نمرأ اتنين أنا شخصيا رفضه ولو أقرر في القانون عندنا في مصر لن أزوج ابنتي بهذا اللون من الزواج خلاص ما حدش يقدر يمنعني هذا لون آخر اللون الثالث هناك سيدات ظروفهن النفسية والجسدية تطلبت أن الرجل يجي زورها في أوقات معينة وخلاص وبتقضي حاجتها وبدل ما تروح للحرام أنا موافق أنها تدفع إذا كان هذا زواجا صحيحا كما يراه البع وتدفع أو تدرأ عن نفسها شبهة الحرام أنا موافق وأنا مش هوان هقف ضدهم لن أقف ضدهم لكن أنا بقول ماذا لو كانت المرأة ترفض هذا اللون من الزواج وأنا مش بقول ماذا أنا بقول لك أنت ماذا لكن أنا فعلا يعني أعرف إحدى السيدات السعوديات التي ترفض هذا اللون وبتقول لي حصل معي أنا بعد ما زوجي توفي أن بعض الرجال تتقدم لي بهذا اللون وأنا أرفضه تماما هي السيدة التي تقول فمن حقها إذا أصبح الأمر الآن في يد هذه السيدة وليس في يد الرجل فما فيش داعي أن ننظر إلى كل النساء المطلقات أو التي توفي عنهن أزواجهن على أن لا المفروض تجي أطلبها توافع هي إزاي ما توافعش هي حرة هي حرة هي لا تبغي الجرية وراء الزواج أو المتعة الجسدية لمجرد المتعة الجسدية لا هي ترضى بالمتعة النفسية قبل الجسدية فمن حقها أن ترفض زواج المسيوات ما أقدرش ألوم عليها سيدتي الفاضلة دكتورة نجاة سعيدية الجزائرية المحترمة أوافقك تماما في كل ما تقولين وأحترم هذا الرأي المرأة فعلا ليست مادة وليست سلعة وإنما المرأة تريد رجلا مسؤولا يحترمها نعم أوافق تماما على هذا الرأي ولذلك أنا بقول أن ليس من حق الوالد أن يفرض على ابنته أن تتزوج سين أو صاد أو عين من الرجال لا هي صاحبة الرأي الأول والأخير والأمر مجرد أن الرأي بالنسبة للأب يقتصر على وفقة البنت خلاصا هوافق بناء عن موافقتها ولذلك واحد بعيت لي هي عايز يقول لي دي نكتة لكن هي واقعة أن المأزون بيقول للأب هل ابنتك موافقة على هل أنت موافق على زواج ابنتك من هذا الرجل قال له نعم ده هي البنت اللي معرفاني عليه ده أنا وفقت لما هي وفقت كان زمان لابد من موافقة ولي الأمر النهاردة البنت اللي بتيجي تقول لأبوها ده أنا متقدم لي فلان من العمل وهو واحد كويس ومناسب فهو هيجي لي في خلال إمتى يا بابا أنت فاضي عشان خطر أنا عايزك تبقى توافق وما تنقشوش كتير لأن احنا اتفقنا على كل حاجة والله بيبعتها لي على أنها نكتة لكن هذا هو الواقع الموجود حاليا هذا هو الواقع أغلب البيوت صارت هكذا أن البنت هي اللي بتتطفق وهي اللي بتشوف ينسيبني ولا لا وبعدين تروح تقول لأمها وأمها تقول لأبوها وأحيانا البنت تقول لأمها وأبوها مباشرة وتقول لهم آه أنا موافقة عليه وما يجي أوه أحد يرفض الأمور تغيرت جدا يا جماعة فلنحترم هذه التغيرات التي صارت مع المرأة الشيء الذي يأخذ على الرجل الآن وأنا بقول رجل وهو المفروض أطلق عليك المذكر فقط هو أن يلجأ إلى القتل بالنسبة لزوجته أو لمطلقته لمجرد أنها أدخلته المحكمة أو طلبته بالمزيد والمزيد فوق طاقته أو عرضته للحبس فيضطر أن يلجأ إلى القتل يا جماعة القتل محرم في الإسلام تحريما تاما ومهما كان هناك من خلافات بين الرجل والمرأة سواء كان على علاقة بها أم لم يكن بين الرجل وأي حد من المجتمع رجلا كان أو امرأة أو شابا أو فتاة أو أو القتل محرم ولا داعي لأن نلجأ إلى أسلوب القتل وإنهاء حياة شخص ما لأن إنهاء الحياة في يد الله وليس في يد البشر ولذلك القتل من أسوأ أنواع المعاملة بين البشر وسبحان الله عندما بدأ الخطأ في الإنسان بعد خطيئة آدمة التي أخرجته من الجنة هو وحواء كانت القتل على يد أحد ولديه ضد الآخر فالقتل موضوع وذلك ربنا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع لماذا يلقى الرجل إلى القتل أو الزوجة أو المطلقة يعني لماذا لماذا يكون هناك قتل افرد إن أنا أخرقتك عما شعرك هل لدرجة إن أنا ألجأك إلى القتل لا 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 مش للدرجات مش للدرجات يا جماعة فالعنف له درجات إنما أشد أنواع العنف هو القتل وأنا ضد القتل تماما مهما كانت المرأة مخطئة ومهما 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 يعني إيه القتل ده يعني إيه إن أنا اتدخل في أمور تخص الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفض ذلك رفدا تاما وقال من أجل ذلك كتبنا الآية اللي أنا لسه ذكرتها في صورة آل عمران ليه يا جماعة ليه كده ليه كده نخرج عن طبيعتنا البشرية المحترمة لماذا لماذا نسترجع الجريمة قابيل ضد هابيل لماذا وقد مر عليها آلاف سنين يجب أن يعاود الرجل التفكير مرة ومرة 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 وعشرات ومئات وآلاف المرات حتى يسترد رجده مرة أخرى وإلا صار هو المخطئ ضد المرأة أو لو قامت المرأة بهذا العمل لصارت يعني مش عايز أقول يعني ليه ليه نفتح باب جهنم علينا ليه ونفتح باب غضب الرب على العبد حين يرتكب مثل هذه الجريمة يا دكتور الله يسعدك يبدو لي معلوماتك قديمة الآن النساء هن من يقتلنا الرجل والأحداث لو فتحنا في النت والمواقع وجدنا واحدة تقول أنا عاوزة ريحة يعني يجب أن نحدد أبديت أبديت فعلا أنا اتفق معاك تغيرت كثير من المنطقيات الأطر المفاهيم لكن لم يعد الرجل هو كما ذكرت هو من يقتل بل المرأة الآن هي من تقتل وهي من تقطع وأريد أن ألفت النظر إلى خطورة العنف النفسي والعنف النفسي يا جماعة أشد من العنف الجسدي لأن العنف الجسدي لو ضربتها النهاردة وراحت عند أهلها واشتاكلها وقالولها عودي هنا وإحنا هنجيب لك حقك سواء جابولها أو ما جابولهاش وعزبوا الرجل وصبوه علاقوا ثلاثة أربع شهور ممكن يحس بالذنب فيذهبوا إلى أسرة زوجته معتذراً عما حدث وأنه كان في لحظة قضب وأنها دفعته إلى كذا وكذا وكذا وأنه يعتذروا عما بدر منه والله ممكن يتصلحوا تاني وترجع تاني معاها الزوجة وتعد الأمور وخلاص تناسة والإيدين اللي جرحتها طب حقك علي وبص دماغك قدام أسرتك وأعتذر وبدفع مبلغ من المال بفدي فيه نفسي والحمد لله أنك قمت بالسلامة من الجروح وتعالكت بثلاث تلاف أنا بدفع الثلاث تلاف اللي هم تعالكت بيهم في المستشفى خلاص الموضوع تناس لكن العنف النفسي هو الذي قد لا يرحم أبدا العنف النفسي إن أنا أجرحها إن أنا أجتم أهلها وهي لا تقبل ذلك على نفسها ولا على أسرتها هذا هو العنف الذي قد لا يمحى من القلب أبدا مهما اعتذرت ومهما 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 ولذلك يجب أن نتنبه إلى أن العنف له درجات فلابد أن أكون أنا إنسان عاقل في تصرفاتي وخصوصا مع الزوجة لأنه كلما اقترب الإنسان من الإنسان أي الرجل من المرأة صارت العلاقة أقوى فصارت الحساسية أشد فما تجرحنيش لو سمحت في أسرتي ما تجرحنيش في نفسيتي ما تجرحنيش في ما لا أملك ما تعيرنيش بالعاهات اللي عندي مش عشان حولة تعوك كل شوية تقولي يا حولة أو عرقة تقولي في نتيجة حادث تقولي كل شوية يا عرقة بلاش بقى كفاية بقى هذه هي الأمور التي يجب أن نتنبه لها نحن الرجال خصوصا ضد المرأة فلا داعية للعنف ضد المرأة وبخصوصا وخصوصا العنف النفسي أسعدكم الله سعدكم الله دكتور والجميع ما شاء الله ما شاء الله ويستمر الحديث أسعدكم الله أوافقك في أن المرأة ازدادت حالات القتل منها للرقل لكن ما المبررات المرأة لا يمكن لا يمكن أن تقترب من القتل إلا إذا قتلها الرقل قتلا نفسيا فالعنف النفسي الذي وقهته من زوجها هو الذي دفعها إلى قتله لا يمكن المرأة تلقى إلى القتل أبدا لأي إنسان وأي مخلوق وأقرب الناس إليها حتى زوجها إلا إذا واجهت عنفا نفسيا دفعها إلى ما فعلته فإذن العنف النفسي هو الذي يدفع إلى القتل العنف النفسي الذي واجهته هو الذي دفعها إلى ذلك وأن الرجل لم يقدر المرأة حق قدرها لدرجة أنها فقدت عقلها وصوابها ورجدها فلجأت إلى القتل ولم تحسب أبدا وده خطأ من أخطاء النساء إنها لم تحسب أبدا عاقبة ما فعلته لكن الرجل هو يملك العقل الذي يجعله أن يحسب عاقبة ما فعله من عنف نفسي أو بدني ضد المرأة فلذلك أنا دايما ألقي باللوم على الرجل أولا وليس معنى ذلك أن أنا بعف المرأة من هذا الخطأ فمن يقتل يستحق غضب الله عليه سواء كان رجلا أم ذكرا أم أنثى لكن إننا أفضل عنف ضدها وأطلب منها أنها تكون رحيمة فيه لا مش كلنا السيدات بقى بعض السيدات بدأنا يفقدنا توازنهن أمام الرجل في الآونة الأخيرة وده شيء يؤخص ضدهم طبعا ضدهن لكن ليس معنى ذلك أن أنا بعف الرجل لا طب ومن الذي دفعها إلى ما فعلته مش لازم نحسب هذه النقطة أيضا يا دكتور هاجد لابد أن إحنا ناخد بالنا من هذه النقطة فأنا ما أقول شيء أن الموضوع انتهى بأن المرأة قتلت زوجها أو طليقها ألا ما أحسب أولا ماذا حدث ما الذي ابتدأ القضية لازم تأخذ برمتها ولذلك القاضي لما يجي يحقق مع الرجل أو المرأة القاتلة لازم يعرف دوافع القاتل لازم لأن ما يمكن الرجل سبها بأبيها وأمها وهي ترفض فأمسكت السكين فقتلته ده في الحالة دي بيبقى رد فعل مباشر قد تملك أو أهانها وضربها بعصا غليزة وفعل فيها كذفة بعكس المرأة العاشقة التي اتفقت مع عاشقها على قتل زوجها ده وضع تهني الوضع بيختلف الوضع بيختلف تماما تماما فهنا يمكن في الجريمة الأولى تأخذ ثلاث سنين خمس سنين سبعة في الجريمة التانية يمكن تأخذ خمستاشر وأزيد فالموضوع مختلف تماما لذلك موضوع القتل لابد أن يحسبك كل وليس كرد فعل فيما تم من المرأة كل ما تحدست عنه اليوم مع حضراتكم شيء والآثار المنعكسة على الأولاد شيء آخر فالخلاف بين الرجل والمرأة أي بين الزوجة والزوجة ينجم عنه آثار تنعكس على نفسه هذه الأولاد بدرجة أو أخرى يعني الأولاد ذكورا أو إناثا يتأثرن بما يحدث مع الأم على وجه الخصوص من الأب ولازم نكون واضحين أن الأولاد غالبا ما يقفون مع الأم رغم أنها قد تكون هي المخطئة لكن الأولاد بالفطرة وبحكم مدة طول فترة التربية بيقفوا في سف الأم فييجي الأب بيقول شايفين يا أولاد أم يقولوا معلش يا باب معلش معلش ما تزعلش منها عشان خطر نحن راح خطر نحن يعني إذن الأولاد هنا وقفوا في صف الأم بالعاطفة فناخد بنا يا جماعة من هذه النقطة يجب وأنا بتصرف مع زوجتي أن أنا أراعي أنني أتصرف معها معها أمام أولادها فلا أتجاوز حدودي في التعامل مهما هي أخطأت أخذت فلوس من جيبي من غير علمي أو من حسابي من غير علمي أخذت الفيزا كارت من غير علمي مش هفضل بقى أسبلها الدين وألعنها وألعن سلسفين أبوها عشان خطر ما قالت ليش وعرف أن أنا عايز الفلوس في كذا لكن هي فعلت ضد ما أريد يا جماعة طب أولادي أولادي ما الذي يعود عليهم نتيجة خطأي في حق أمهم أمامهم لازم هذه النقطة لابد أن ندركها تماماً وأن نفكر في عاقبتها وفي مساوئها قبل أن يكون لي رد فعل مع هذه الزوجة المخطئة ليس معنى كل كلام الذي قلته اليوم أنني مع المرأة ضد الرجل لكن أنا بنبه إلى خطورة أوضاع قد أكون أنا الرجل سبباً في حدوثها أنا بقول لك يا جماعة والله لما تسألني وأنا كتبتها من شوية لحضراتكم لما تسألني تقول لي هل أنت خدوا بالكم من هذه الكلمة هل أنت تقف مع المرأة إن أخطأت ولا مع الرجل إن أخطأ هقول لا هتعطف مع المرأة تقول لي ليه تتعطف ليه مع المرأة هل أنت يعني قلبك حني ورايف وبتاعها هقول لا يا جماعة المرأة إذا أخطأت وارتكبت فاحشة عاد الفاحشة على المجتمع كله أما إذا أخطأ الرجل فقد يكون الخطأ يعود عليه هو فقط أو عليه وعلى من فعل معه الخطأ إذا انسرق مثلاً يبقى أنت واللي سرقت بس بس لكن المرأة إذا اتكبت الفاحشة صارت فضيحة على مستوى الحي كله أو القبيلة كلها أو الدولة بأكملها يا جماعة خدوا بالكم من هذه النقطة أنا لا أتعاطف مع المرأة لمجرد التعاطف وإنما ألفت النظر على إن المرأة قد تتصرف بالخطأ والغريب في الأمر بقى إنما الرجل أو المرأة اللي أخطأه دولاً ما يجي يتوبه قد يقبل الله طوبة هذه المرأة التي ارتكبت الفاحشة لأنها بتقول له يا رب أنا عملت كده عشان مش لاقي حد يصرف علي فتعتزر إلى ربها إنما أنت ماذا تفعل وأنت رحت عشان تصرخ عشان محدش إدىك فلوس يا أخي ما أنت تقدر تعمل وأنت الذي لا تريد أن تعمل هنا فرق كبير بين توبة المرأة وتوبة الرجل أنا لست أقيص بمقياس الله سبحانه وتعالى في أنه يقبل ده كم في المية ودي كم في المية لكن بقول على بكلم على ما أملكه من عقل ومنطق في الحياة الدنيا إنما ربنا سبحانه وتعالى بيده كل المقادير في يوم القيامة ولا نستطيع أن نزنها بس بقول بالمنطق يا جماعة لماذا أدفع المرأة إلى ارتكاب الفاحشة لماذا؟ المرأة إذا لم تجد مالاً ارتكبت فاحشة فهتبقى فضيحة على مستوى المجتمع والقبيلة والحي والأسرة وكل حاجة بعكس الرجل يا جماعة خدوا بالكم من هذه النقطة لا تدفعوا نساءنا إلى ارتكاب الفاحش وأنا مش أقصد طبعاً نساءنا بتاع النخبة تدل أسمى وأعلى وأعظم من ذلك إنما أقصد يا جماعة أيها الرجال في المجتمع العربي كله والإسلامي كله تنبهوا إلى أنكم لا تضغطوا على المرأة نفسياً فترتكبوا الخطأ دون أن تحسب معاييره أو ترتكبوا الخطأ وهي تحسب عناداً في الرجل الرجل في مرة والله العظيم في مرة واحدة قالت هالي قالت هالي أنا عايز أعمل كسر فقلت لها يا بنت أنا مش بتاع الكلام ده ما عاز الله أنا مش بتاع وبعدين أنت من تتملوكي حق الطلاق ده أنت منجرد دخول المحكمة الطلاق اللي يخلك ترتكب الخطأ ليه ما تمشي صح قالت لي أصله هو طردني بأميس النوم الساعة 2 بالليل والجران شفيتني كده فأنا لابد إن أنا أفرج الناس عليه خدوا بالكم شوف شوف هذه المبررات يعني أنا عايزة ترتكب في حشة بالعند فيه جزاء ما خلعراني وخلى الجران شفيتني الساعة 2 تلاتة الصبح فلابد إن أنا أرتكب الفحشة بالعند فيه شوف تفكير بعض النساء وصل لغاية إيه يا جماعة فتنبهوا تنبهوا أيها الرجال إلى إن بعض النساء إيه نتيجة الضغط النفسي والعنف النفسي اللي بنتكلم عنه ممكن يرتكبوا الأخطاء وعايز أقول بالنسبة لبعض الزملاء معي في النخبة المباركة إن قد تكون هناك نساء يدفعنا الرجل دفعا إلى الخطأ هناك هناك فيه نساء فكرها استفزازي عقلها استفزازي تصرفتها استفزازية وتدفع الرجل دفعا إلى أن يرتكب معها الخطأ فقد يخطئ في حقها بالنسان وقد يخطئ في حقها بالضرب بيد أو بحزام أو بعصا غليزة أو بكرباك أو إلى آخره وقد 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 لكن يا جماعة يا جماعة تنبهوا لو من فضلكم تنبهوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما وصى به أمته هو استوصوا بالنساء خيرة ليه؟ ليه؟ واحد يقول لي أصل عقلهم صغير هقول له موافقة واحد يقول لي أصلهم تصرفتهم معبوجة لأنهن خلقنا من ضلع أعوج ماشي واحد يقول لي لأن هي بتتصرف بلا عقل فممكن تغرأك وبعدين تقول ما أنا غصب عني ما أنا قدت بفكر في كاس ماشي كلها مبررات لكن مش معنى ذلك إن أنا هكون جبار على المرأة لا لا المرأة في النهاية يا جماعة والله للإنسان العاقل طبعا أنا بتكلم عن المرأة المتوازنة التي لها هفوات بتجنن جوازهم المرأة في النهاية للعاقل في التصرفي هو من يعاملها كطفلة فالطفلة تخطئ وأبص لها تهم تستحي وتبص في الأرض يعني معناها أن أنا معلش فوت لدي وترتكب خطأ آخر فأوصلها أو أكلمها فتبص في الأرض يعني وفوت لي دي كمان فالمرأة العاقلة تحب الراجل بالبلد كده اللي بيفوت لها هذه هي المرأة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن ندرك يا جماعة عندما وصى كانت آخر وصية له استوصوا بالنساء خيرا يعني ليه 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 ما كانت تعزيل وصية ناحية النساء لا عقلهم صغير هودهم ومشي معاهم وفوت لهم وفوت لهم وفوت لهم مش كده لما الرجل اتغاز إن المرأة قاعدة ترد عليه في كل كلمة زوجته راح لعمر بن الخطاب بص لقى زوجة عمر بن جوة بتعلي صوتها عليه وانت مغلبني وانت أريفني وانت وانت قال له كمامشي قلت على رايح فين قال له خلاص رايح فين قال له كنت جاي أشك من تصرفات مراتي واردودها علي فسمعت اللي سمعته فقلت ممشي واحترم نفسي وانت سأله يعني بما معناه كده يا أخي خلينا أو خلاء هم عقلهم صغير خلينا احنا صحاب العقل الكبير هم قال للقوامة جات من اين القوامة جات من ان انا اشوف منك التصرف الخاطئ وافوتلك اشوف منك التصرف الخاطئ فأوعزك مش اضربك هذا هو تصرفات العقلاء من الرجال ايضا من نظر الى السنة النبوية الشريفة يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعفى النساء من الالتزام بالذهاب للصلاة في المسجد ألا ترون ان النبي قد اعفاهن لحكمة اللي حكم كثيرة من بين هذه الحكم ان عودي بقى واعمل طبيخ لجوزك وما تتحججيش بان كنت في الجامع وقعدت السباحة وتستغفر ربنا في الجامع فقعدت ساعة ونص ساعتين ونص ففاتك انك تجهز له الغدا ييجي بطنه ما فهاش لقمة وهيقع من طوله يوم يضربك فالنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما قال لهم يعني صلوا انتم في البيت لان البيت ما بياخدش دقائق مع اللي بيصلي في البيت بعكس المسجد ان لو رحت المسجد هصلي بصلي مثلا الظهر وبعد في حوالي تلت ساعة كده على الاقل او نص ساعة زهابا وايابا خليها اهل حاجة تلت ساعة وربع ساعة يا سيدي انما المرأة فهتصلي في البيت فقد ايه في دقيتين تلاتة اربعة وهتخلص وخلص وتقوم تكمل باقية الاكل وخلص وتعمل اللي عليها اذا يا جماعة وبتصلي في اي وقت ما بتلتزمش بالوقت الازال يعني وقت ما تخلص الطبيخ او نص الطبيخ كده وهياخد وقت شوية ام صلي يعني اذا المرأة اعفيت من هذا التكليف كجزء تحلل الرجل وهو مش واخد باله هو مش واخد باله من الحتة دي فيعني نحمد ربنا لازم اراعي ان انا بروح البيت بل اهدومي اتغسلت بتاعة مبارح وبلقى هدومي الكوت وبلقى قطة والضبط وبلقى الغداء اتجهز وبيتحطيلي بمجرد دخولي وانا بقلع هدومي يكون اكل يجهز على الطرابيزة اللي هاكل عليها طبعا انتو عايزين ايه تاني يا جماعة الرجال عايزة ايه تاني بقى من الستات ما ترحموهم بقى شوية ارحموهم شوية ما فيش دعا للضغط على النساء في كل حاجة انت ازاي قلتلك عملت كذا ما عملتيش ازاي ان انا اقول لك يا بعاتي اكو الهدوم دوين سيتي يا بنتك لا 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 النساء يحتاجنا الى الاحترام يحتاجنا الى المعذرة يحتاجنا الى ان نقدر نسيانهن النساء يا جماعة عايزين اللطفة في المعاملة من الرجال تقوم تحس انها لسه بتبوها تقوم تحس بالراحة نحيطك راحة ما بعضها راحة لو جدت تردها وتقول لها امشي غوري في ستين ده يا بيت ابوكي تقول لك لا انا ممشيش من هنا لا لان انا وهي اللي مش هتنطأهولك بالسنة ان انا مرتاحة في بيت جوزي مش هرتاح في بيت ابوكي زين انا مرتاحة هنا طيب ماذا بالنسبة للرجال الذين يجدون اخطاء كثيرة من نسائهم هارد عليك بكلمة واحد هقول لك انا عايز اشوف اقرأ السيرة النبوية واشوف كيف كان يعاقب النبي فاجد ان النبي عليه الصلاة والسلام لم اقرأ انا بتكلم عن نفسنا وجايز انتوا بكونوا لكم نظر اوسع مني وقراءات اوسع النبي لم اسمع انه كان يعاقب الا خادمه وبالمسواك لكني لم اسمع نهائيا وهو كان متجوز 11 واحدة لم اسمع نهائيا ان النبي عاقب واحدة منهن ابدا ابدا وجه سر عجيب خدوا بالكو ده انا ممكن اكون متجوز واحدة ومجنناني فما بالك النبي كان متجوز 11 واحدة ولم اسمع عن عقاب واحدة منهن من طرف سيدنا النبي لدرجة ان حتى لما اشيع ما اشيع حول عائشة اللي ضربها ابوها مش جوزها واللي راح تحتمد بزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لان ابوها هو اللي مد ييده عليه يعني لابد ان احنا ناخد بنا من هذه النقطة النبي لم يعاقب واحدة منهن واحد يقول لي ما هم كانوا كويسين هقول له يعني ما اخطأوش يعني ما فيش واحدة منهن اتفقت مع التانية تعالوا نغدع سيدنا النبي ونقول له مش عارف كذا وراحت رائحة فامك متغيرة واللي درجة انه بدأ يحرموا اكل العسل على نفسي عشان كله ببيت واحدة تالتة ايه يا جماعة ما تاخدوا بالكم ورغم ان القرآن الكريم هو الذي نبه النبي على ان خد بالك ان هم بيتفقوا على حاجات ضدك لكن ده لا يمنع من ان هو لا يحل حراما ولا يحرم حلالا والقرآن قال له كده لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك يعني ما تصدقهمش بقى في كل حاجة في حاجات ما تصدقهمش فيها فاذا يا جماعة خدوا بالكم خدوا بالكم النحية للنساء لا حصر لها لكن انا مش هقبقى مش هقفلهم على الوحدة مفيش دعا يقفلهم على الوحدة وافضر فكر لها المرأة تحب الرجل اذا نسي لها اقطاءها تنبهوا امة الرجال ان المرأة تحب من الرجل الذي ينسى اقطاءها وتكره للرجل ان يعدد لها اقطاءها في كل مرة مش هقف بقى انا اقولها لا منت السنة اللي فاتت عملت كاسة ومن امت اربعة شهر عملت كاسة ومن امت شهرين عملت كاسة وانبارح عملت كاسة والنهاردة بتعمل كذا والله فسا ما لا اعمل فيك واسوي يا بنتك يا جماعة المرأة لا تحب من يذكر لها اقطاءها تحب من يتجاوز عن اخطائها وينسى لها طيب واحد يقول لي طنبه اممال ايه سبب كسرة الاخطاء من النساء في الاونة الاخيرة هقول له اولا عدم تفهم الرجال لطبيعة النساء وخصوصا في هذه المرحلة بعد هذه التغيرات التي حدثت ده اولا ثانيا وسائل الاعلام تتطفل كثيرا على اصارنا وعلى اولادنا لتفضح نساءنا تبصت لا الووز وتبصت لا وسائل الاعلام تعلن كيف تطهر المرأة نفسها مما يصيبها شهريا من دورة وكيف تعالي وكيف وتشتري كذا وتذهب الى الصيدلية لكذا ومش عارف الله 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 وبعدين النهاردة لما نفتح بقى وسائل الاعلام يعني هتكلم عن وصائل التواصل والاعلام ابو سألاقي جريمة حدثت في احدى المحافظات المتطرفة بعيدا عن القاهرة مثلا تكون في البحيرة مثلا فيقول لك جريمة هزت المجتمع المصري مجتمع ايه يا اخي ده جريمة ده جريمة ده احنا مية وعشرة مليون في المتوسط مية وعشرة مليون مصري غير يجربعين مليون من غير المصريين يعيشون على ارضنا فتقول لي هزت المجتمع ده جريمة صحيح ان الجريمة لا تقاص مش عارف بكذا وصحيح انها تهز مجتمع لكن جريمة واحدة هناك في المجتمعات الاخرى انا لا انسى ان الدكتور مصطفى محمود زمان في احدى الحلقات وانا شاب سمعت له ان رجلا صعد اوتوبيس في مدينة لندن فاعجبته فتاب مجرد الصعود فهجم عليها في الكرسي الاخير وكان قاعد عليه سبعة فوسعوا السيدات اللي كانوا قاعدين جنبها فهجم عليها ونزع ثيابها وارتكب معها الفاعشة داخل احدى المواصلات العامة هذه الصورة لم نرها في مجتمعنا العربية ابدا كلام ده نسمعته وانا صغير يعني من خمسين سنة وشوية يا جماعة تنبهوا على ان مجتمعاتنا هي اللي وسائل اعلامنا هم اللي بيخلوا صورنا على ان احنا افسد انواع المجتمعات في العالم وهذا ليس بصحيح من رحمة الله بمجتمعنا العربي والاسلامي لما نجد طفلا مرمي قدام مسجد او كنيسة بناخده احدى الجمعيات الاهلية الخاصة بالاطفال بتربية الاطفال ونربيه وحتى ونبحث عن اسراته ويمكن نحاكم اسراته بمجرد القبض عليهم والوصول الى هويتهم في الخارج لا في الخارج البنت من اعداده قد تفقد شرفها وخصوة في الولايات المتحدة قد تفقد شرفها وهي في الاعداده وتحمل ثم تنجب وترميه فاذا بهم عندهم مراكز مخصوص لالتقاء هؤلاء اللقطاء بعكس نحن احنا عندنا قلة مقارنة بالغرب ده الموضوع ده بيتكرر يوميا في الدول الغرب وبالذات الولايات المتحدة انا احد زملائي جيف مرة عاد الى مصر من الولايات المتحدة وقال لي هناك بيوزعوا على طلبة الاعداد في المدارس داخل المدارس وسائل الوقاية الزكورية عشان الولد ما ينام مع الفتاة ما يحصلش حمد عشان يقللوا من الاعداد الاطفال الكثيرة التي تحدث في هذا المجتمع العجيب فعايز اقول لكم يا جماعة الموضوع مختلف تماما تماما في بلادنا العربية يعني قليلا ما تحدث هذه الجريمة مع كسرتها احنا اللي بنهول ونقوله انها كثيرة طب روح شب الولايات المتحدة كام وآلاف المراكز التي تحصي هؤلاء الاطفال وينشأون بلا اب ولا ام غير معروفين احنا قلة عندنا والله العظيم قلة نادرة قلة نادرة المراكز التي لدينا في الدول العربية بهذه النوعية من الاطفال وعندما تأتيني صورة جميلة ارسلتها مثلا اختنا الفاضلة الدكتورة ناجات الجزائرية رجلا يحمل مظلة فوق رأس زوجته ومكتوب على الصورة رفقا بالقوارير تلك هي الصورة المنشودة للرجل الشرقي الاصيل الذي يحترم دينه ويحترم ذاته ويحترم نفسه ويحترم رجولته ويقدر قيمة امرأته قبل اي شيء اخر هذه هي الصورة المبتغى عندما تأتيني الصورة من افغانستان او باكستان او مثل ذلك تجلس المرأة العجوز فوق حمارها بينما الرجل يسير الى جوارهما صورة ويكتب في اسفل الصورة هذا الرجل لم يدخل مدرسة حتى يتعلم المرؤة في التعامل مع زوجته هذه الصورة يجب ان تسود مجتمعنا العربي الشرقي هكذا يكون الرجل يتحمل كثيرا ويرحم اكثر بالنسبة لنسائه واولادي هكذا يكون الرجل هكذا تكون الرجولة هكذا يكون الرفق بالقوارير نأمل من الله سبحانه وتعالى ان تنتشر هذه الصورة وتعم الرجولة حياتنا ونرأف بنسائنا وقواريرنا حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا مما يؤخذ علينا نحن الشرقيين اذا جتلي في المنتدى النهاردة في خلال هذا الحوار اذا جتلي 3 اربع صور فيها الرفق بالقوارير هقول يا سلام ما اعظم المجتمع المسلم واذا جتلي صورتين وانا ممكن ابعتلك صورتين دلوقتي عن سيدتين قاتلتين تقول ايه ده ده ستات فجرت وبقى ملهاش حل والنساء هي اللي بقى تقتي للرجالة والنساء هي اللي بقى تقذرة والنساء اللي بقيت وبقت ونقعد نعيب وهكذا وليست الامور تقاص بهذا الامر انما في حاجة يا جماعة اسمها نسبة وتناسب فنبحث بعدد الجرائم كام في وسط مجتمع قد ايه لان احنا عاطفيين فاذا لقينا امرأة قتلت زوجها وعبته في كياس نقول المجتمع فجر المجتمع ما فجرش يا جماعة دي حالة فردية قد تكون حالة او اتنين او خمسة او عشرة او حتى مية في وسط ده انا بقولك في مصر فيه على ارضها مية وخمسين مليون واحد عايش فما بالك على مستوى المجتمع العربي فما بالك على المستوى المجتمع الاسلامي ما فيش داعي ان احنا نسوّق سمعة مجتمعنا وتلك هي احد الاخطاء التي نقع فيها يوميا في زماننا الاخير اذا رأينا رجلا يسب امرأة في الشارع وينكن بيمد يدوا عليها نقول شوف الفجور ده احنا خلاص ده يوم الايامة قرب فاحنا بنقس يوم الايامة بهذه الجريمة التي لم نكن نراها من قبل في الشارع لا مش عشان حالة فردية نقوم نقس نجيب الدنيا على اهوانا ونقوم للاخيرة الرابط وخلاص فضلنا مش عارف كم يوم وكم ساعة وكم سنة ماهيش كده الامور لا تقاس كذلك في حاجة اسمها نسبة وتناسب امتى تتدخل السماء هذه هي النقطة الفاصلة تتدخل السماء اذا انتشرت فاحشة من الفواح اذا انتشرت فاحشة من الفواحش داخل هذا المجتمع تتدخل السماء انما طول ما هي حالات فردية ربنا سبحانه وتعالى بيرحم المجتمع بوجود اطفال بيرحم المجتمع بوجود عجائز بيرحم المجتمع بوجود حيوانات فالدنيا يعني مصار الدنيا مش على هوانا وقرب الاخرة او بعدها مش بمزاجنا ومش بمقايسنا اللي احنا بنقس بيها دي لأ وانما الامور غير ذلك تماما واحنا دايما اما بنتكلم بنتكلم على اساس على اساس ربنا يعننا ونقدر بمواعزنا نخفض من حجم هذه المقاسي التي نراها وانا تحدثت منذ قليل وكتبت قلت ان المرأة كلما كانت رحيمة بأسرتها انضبطت حياة الاسر بمعنى ان نفرد ان الرجل اخطأ في حقها او ايا كان منه احدهما اخطأ وحدث الطلاق فالمرأة حريصة على انها يا جماعة تسطر على الاسرة واقول لكم نقطة والله انا شاهدتها بنفسي منذ شهور قليلة امام معيني في العمارة التي امامي فيها بوابة تحت هي وزوجها واكتشفت ان زوجها يشرب المخدرات اكتشفت من خلال كلامها لان هي يعني مش عايزة اتكلم واقول تفاصيل كده مش مطلوب اقولها فمرأة بتقول لها طب فين كذا وفين كذا انت فين بقيت عفشك قالت ده انا عندي بيت ابويا قالت تابو ليه مش ميخليها معاك وقالت لان انا بقيت اخاف لجوزي يبيعي الحاجة وانا شبه قربت اطلق قلنا لها يا بنت بلاش تطلق اليه وبتاع فيه قالت بيشرب بيشرب وهمه على انه يبيع اي حاجة قدامه وانا اللي اي اشتغل وهو ياخد ويشرب طب وعيالي من اللي يعلمهم وعيالي من اللي يصرف عليهم فانا بصراحة ما بقيتش عايزة لعيش هذه وبعدين رجعت قلنا لها يا بنت عاملة ايه فقالت والله احنا بقنا عايشين تحت بعد ما عيالي الصغيرين بدأوا يقولولي يا يما احنا عايزين ابونا يبقى عايش معانا فما فيش داعي انك تطلب الطلاق فما فيش داعي قالت فتراجعت من اجل الاولاد لكن انا اللي مسؤولة عن الصرف عليهم وانا اللي بعتني بيهم وقال له كان زمانه اععدهم في البيت واععدهم من المدارس هذه احدى المشكلات التي يجب ان نتنبه اليها المرأة حين تستقيم يستقيم البيت مهما تلف الرجل انما المرأة حين تنحرف بينخرب البيت حتى لو كان الرجل لديه المقدرة على ضبطه الا من رحم الله معذرة ان كنت قد اطلت بعض الشيء على حضراتكم سادة الفكر لكن لدي المبرر في الآتي ان المرأة اذا سطرنا عليها فهو ستر من الله على العباد خصوصا المرأة بعكس الرجل حتى لو فضح في النهاية اسمه رجل واحد واخطأ لكن الستر على المرأة مطلوب حتى ولو كانت مخطئة يا جماعة لو اكتشفنا تنبهوا لو اكتشفنا ان امرأة تنزني وسطرنا عليها لسطر الله على مجتمعنا كله خدوا بالكم من هذه النقطة بعكس الرجل حتى لو فضح فهو في النهاية الرجل وهو في النهاية فرض وقد يعني لا يتجوز الامر ان نقول افتر على نفسه على ولاده او على أسرته لكن المرأة حين لا نصطر عليها فانما نفضح مجتمعا باكمله ولذلك ولذلك من رحمة الله بعباده انه هو دائما يطالبنا بالستر ومن رحمة الشريعة بنا اننا يجب ان نسطر على انفسنا مهما صدر من بعضنا اخطاء فادحة وللحفاظ على توازن المجتمع يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم الى اخر ما قاله الله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدئ كذا 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 الله يبقى اذن ربنا سبحانه وتعالى بصوا بيقول كل المؤمنين وكل المؤمنات اذن ربنا سبحانه وتعالى يريد الستر على المجتمع المؤمن ما قالش المسلم ما قالش قل للمسلمين قل قل للمؤمنين يعني المؤمنين يعني الرجال العاقلين وقل للمؤمنات أي السيدات العاقلات للرجل العاقل يفضح امرأته مهما أخطأت ولا المرأة العاقلة تفضح زوجها مهما أخطأ هكذا يستقيم المجتمع المؤمن مش المسلم لأن المسلم ما كلنا مسلمين لكن المسلم فيه من يخطئ وفيه من لا يخطئ وما يهمهمش ويفضحوا بعض ويفضحوا الدنيا بعكس المؤمن فإنه يحرص على السطر على أسرته الرجل العاقل لا يتحدث عن أخطاء زوجته مهما كثرت أمام الآخرين والمرأة العاقلة هي من تسطر على زوجها مهما أهانها ومهما أقطأ في حقها فلندرك ذلك أيها النخبة المباركة أيها المؤمنون والمؤمنات أنا بسميكم المؤمنون والمؤمنات لأن أنتم فهمين كويس أو معنى ما نقول يجب أن نسطر على أنفسنا لا تفضحوا أولادكم إن أخطأوا إن أدمن أحدهم أسطروا عليه وعالجوه ولا تفضحوه لا تجعلوه عرضة للسخرية من أقاربه ومن جيرانه إذا أخطأت إحدى الفتيات وذهبت إلى نادي وأخدعوها وجعلوها تدمن أسطروا عليها لا داعي لأن نفضحها هكذا يكون المجتمع المؤمن لو رجل مؤمن تزوج بفتاة ثم اكتشف أنها ليست بعذراء لسطر عليها ولسطر الله عليهما هكذا يكون المجتمع المؤمن لا داعي لأن نفضح نفسنا لا داعي لأن نسوأ سمعة أنفسنا ومجتمعنا وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير مساء المحبة أسمع الرجال يتكلمون عن العنف وعن النساء وأفرح أيضا لما يعني يكونون منصفين أنه يعني المعاملة الحسنة يعني هذه الحساسية التاريخية اللي موجودة فلان رجل وفلان أمرأة وهذا التحسس غير المبرر يعني الحياة الأسرية تمضي يعني الحياة هو امرأة ورجل يكون بيناتهم تعامل حلو ولا تنسى يا أستاذ هاجد أخوي المحترم يعني سنوات طويلة حقب طويلة المرأة لما كانت تتعرض للظلم أنا ما عرف بالنسبة لنا للعراق أتذكر أجيال طويلة المرأة لما يعني يقع عليها ظلم كبير رأسا تفكر بالانتحار وكانت الطريقة المثلة عندهم تحرق نفسها وتموت يعني هذا ظلم كبير يعني وبعض الأحيان حتى من تحرق نفسها وتموت ينكروني يقولون انطش عليها نفط احترقات احترقات بحادثة يعني حتى حقوقها تروح يعني تروحي شيء هباء منثورة فما أدري احنا ما نقبل المرأة تتجرأ على قدسية البيت ومركزية البيت ومكانة الرجل لأنه هو صمام الأمان للبيت وهو الخيمة هو القدر والقيمة يعني هسا إذا امرأة يعني لا سامح الله مطلقة أو المطلقة إلها يعني وضع خاص قد تكون محقة في طلبها للطلاق يعني لما تكون ويا رجل تكون أكثر احترام الناس يكفون عينهم عنها مكانتها غير فهذا البهاء اللي يعطى للمرأة بالمقابل يعني أكو رجال بدون قيمة خلاص يعني ما تقدر المرأة حتى تحترمها أبد فإحنا نخلي نقيس نقول بني البشر بالتربية بالتنشئة بالأخلاق يعني سواء كان رجل أو امرأة من هذا الصنف أكو زينين وأكو مو زينين من هذا الصنف هم أكو زينين وأكو مو زينين وهذا يدخل بي يعني الإنسان شكت تعبان على نفسه على دينه إيمانه خوفه من الله مكانته بالمجتمع يعني حتى إذا الأم خلاها تروح ما تشير البن التهم يقولون هاي أمها كذا أو الإبن لو يريد يمشي ويريد ابنيه يبحثون عن أوليات الأسرة وتاريخها يعني هاي الأمور يجب أن تكون حاضرة أمام كل أب وكل أم وحتى الخلافات إذا بسيطة ممكن واحد يتحملها ويحجمها وياكلون سواء ويقعدون سواء واحد يفوت للثاني حالة عصبية وتمضي الحياة إلا إذا كانت أمور يعني ما تقدر الحياة الزوجية تستمر أشكركم ولا تنسون أبد همين أكو صنف من الرجال عبوسا قم طريرة حاشاكم أو كأنه خرق الأرض وبلغت جبال طولا بره ويا أصدقاء يسولف ويضحك ويتونس ويجي للبيت معكض وجهه ما يضحك أبد وأوامر يعني ما هي شي تمشي الحياة والله يعني كل واحد إذا يسوي نفسه أمير يسوي نفسه كذا يعني بس مو على مرته وبيته وجهاله يعني واحد يكون تصرف الطبيعي وسليم لأنه حياة أسرية يعني مو عن تريات